أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءل عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفوا كلا سيعلموا ثم كلا سيعلموا أتمنى جعل الأرض مهدة والجبل أوتادا وخلقناكم أزوجا وجعلنا نومكم سبادا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهر معشا وبنينا فوقكم سبعا شجادا وجعلنا سراجا وهجا وأنزلنا من المعصرات ما أنسجاجا لنفج به حبا ونباتا وجنات الألفا إن يوم الفصل كان مقادا يومين فقف الصور فتتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاغن مآبا لبثين فيها أحقابا لا ينطون فيها فردا ولا شربا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرغون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للتقين مفازا حدائقا وأعنبا وكواعب أجربا وكأسا ذهبا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا جزاء من ربك أعطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحقق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناك معذبا قريبا يوم ينظر المرمى قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غلقا والناشطات نشطا والسبحات سبحا فالسبقات سبقا فالجبدرات أمرا يوم ترجف الواجفة تتبعها الواجفة قلوب يومئك واتفة فأبصرها قشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظما نقرة قالوا تلك إذا كرروا خاصرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم السهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأذيك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصر ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ ذا الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى شاءنتم أشرش خلقا أم السماء بلاها رفع سكها أسواها وأغضش ليلها وأغضر طرحهاها والأرض بعد ذلك دحهاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرسهاها متاعا لكم ولأعامكم فإذا جاءت اتطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان مسعى وأغرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الججنة هي المأوى يسأل المكان الساعة أيان مؤساها فيما أنت من ذكرها إلى ربكم كمتهها إنما أنت منذر من يخشهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبكوا إلا عشية أو رحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكاك أو يذكر فتتفعه الذكر أما من استضناه فأنت له صده وما عليك ألا يزكاك وأما من جاءك يسعه وهو يخشه أنت عنه تلعه كلا إنها تكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرتعة مطهرة بأيدي سفر كرم برر قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن شرق كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعب أن نصببنا للماء صبب ثم شرقنا كلا شرقا فأمتنا فيها حق وعبت وطب وزيتنا ونخنا وحداء قضب وفاكهة وأبا متعلق ولأنعمكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفره المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل مرء منهم يومئذ شأشه يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة انفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس مصورت وإذا النجوم مكذرت وإذا الجبل ميرت وإذا العشار مخطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البحار سزدرت وإذا النفوف مهودت وإذا المهودت سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الزماء قشطت وإذا الجحيم صغرت وإذا الجنة أزنفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقصر بالخنس جوار القنس والليل إذا عسعز والصبح إذا تنفس فإنه لقول رسول كريم ذي قوة عيد ذي العرش مكين مطاعي ثم أمين وما صاحبكم بما جنون ولقد رأاه بالأفق المبين وما هو على الضيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعلم لمن شاء منكم أن يستقم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحام فجرت وإذا القبور بعصرت علمت نفس ما قدمت أخرت يا أيها الإنسان ما غررك بربك الكريم الذي خلقك فسوك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظ كراما من كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرر لفي نعيم وإن الفجر لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يردين ثم ما أدرك ما يردين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويوم للمطفقين الذين إذا اتادوا على الناس يستوفوا وإذا كادهم أو وزنهم يخصروا ألا يهم أولئك أن لهم بعوث بيوم عظيم يوم يعلم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرد وإن يوم إذن كذبين الذين ينكذبون بيوم الدين وما ينكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأول كلا ببران على نوبهم مكان يكسب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب ثم إنهم لصنجحين ثم يقاد هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرى لفي علمين وما أدرك ما علمون كتاب مرمون يشهدون المقربون إن الأبرى لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوه النطرة النعيم يسقون من رحيطهم مخطم ختابه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثليم عين يشرب بها المقربون إن الذي يقربون كان دهن الأمر يضحكهم وإذا مرهم يتقمهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أوسن عليهم حفظ فاليغيمنة آمنوا من الكفار يضحكم على الأرائك ينظرون بل الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء قد أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مددت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاطي فأما من أتي كتابه بيمني فسوف يحسب حسابا يسيرا ويغنق إلى أهله مسورا وأما من أتي كتابه وراء ظهر فسوف يدعون سفورا ويصلى سعرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحرب لا إن ربه كان به بصرا فلا أقصم بالشفق والليل وما وسق والطمر إذا تسق لتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قلع عليهم فروا وأروا لا يؤمنون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب الأليم إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء واليوم الموعود واليوم الموعود وشهد ومشهود وإذا قلعوا وإذا قلعوا على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نطروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله إن لهم السباوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن للذين فتاتوا المؤمنين والولون أهم لم يتوقف لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحك إن الذين آمنوا وعملوا في الصالحة أهملوا تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بط شرفك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال مما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيبه والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجد في لوح محفور بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارقة وما أدره أم الطارقة أن نجد إن كل نفس الله ما عليها حافظ فلينظر الإنسان إما خلق خلق بما إن دكق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصف وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما مهد الكافرين أمهدك سترح اسم ربك الأعلى الذي خلق تسوه والذي قد رفهدك والذي أخرج المرعاة فجعله مفاء الأحوى سنطضعك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يقفى ولو يسرك اليشرى فذكر إن نفعت الزكرة سيذنكتر من يقشى ويتجدد إن بها المشق الذي يصنر ربرا فهم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر سن ربه فصلى من تؤثرنا الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبسف في الأولى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتكى حديث الغشية سجوم يوم الغشعة عاملة النصبة فصلنا رحمية تطبيق لك لا يسعن ولا يغني من وجوع وجوه ينطي بالنعيمة بسعيها رضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغية فيها عيم جارية فيها ثم مرفعة وأنتوابهم مضوعة ونملك مصفة وزرابهم بسنسة أفلا ينظرون إلى الهبل كيف خنقت وإلى الزماء كيف رفعت وإلى الجبان كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجد وليالي العشر والشفع والود والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعد يرى ذات العماد التي لم أخلق مصرها في البلاد وثمود الذين جابوا الصحر بالواجد وفرعون الأولاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأصدق عليك ربك صوت عذب إن ربك لبن مرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتله فقدر عليه الرزق فيقول ربي أهنا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراز أكلا لمن ما وتحبون المال أحبا جما كلا إذا كتل أرض كندك وجاء ربك والملأ صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي فيغمه ذن لا يعذب عذبه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أن يتهدن نفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقصم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الإنسان في كبده أيحسب أن لن يططر عليه أحده يقول أهل التمال لبدى أيحسب أن لم يره أحده ألم نجعك وعينين ولسانه وشفتين وهدينه النجدين فلا تتحمل عقبة وما أدرك ما العقبة فانك رقبة أو إطعا في يوم المذي مصطبة يدي من ذا مقربة أو مسكين من ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصعب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصعب المشأمة عليك أم مقصد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وطحاها والقمر إذا تلاها والنهى إذا جلها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما توهاها فألهمها فكرها وتقوها قد أبلح من زكها وقد خب من دسها كذب الزمود بطغوها إذن بعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبهم فعقرها ذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلها وما خلقا ذكروا الأنسى كارثا؟ جب الزمودى كارثا بشبياء لاحب الملسل تزالة تزالة وما يز قلقا اذنة كارثا موسيقى 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 أولئك هم سر البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البنية جزاؤهم عند ربهم جدنا تعديل تجريب تحتها الأنهار طالبين فيها أبدا رضي الله ذلك لمن قشيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنزلت الأرض سنزلها وأخرجت الأرض أبطلها وقال لإنسان ولها يومئذ تحكي أكبرها بأن ربك أحنا تتدرر أعمالهم فمن يعمل صال ذرة خيرا يرأت ومن يعمل ونذرة خيرا يرأت بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات ضدحا فالموريات ضدحا فالمغيرة صدحا فأثرن به نطاعة فوسطن به جمعا إن لإنسان الرحمن الرحيم نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر كلا لا سوف تعلمون كلا لا تعلمون عنها اليقين لترون من الزحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكلكم زفل الذي جمع ماله وعجد يحسب أن ماله أخلد كلا لهم بذن في الحقمة وما أدراك بالحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأبد إنها عليم مقصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحابك ألم يجعل قيدهم في تطلل وأرسل عليهم طير الأباب ترميهم بحجارهم من سجل فاجعلهم تعصف مأكل بسم الله الرحمن الرحيم لإلهة الفريش إلهة المحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا بيت الذي أطعمهم من جع وهامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يخف على طعام المسكين فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهم الذين هم يراءون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلني ربك والحر إن شارئك هو الأبدر بسم الله الرحمن الرحيم لا أعبد لما أعبد لما أعبد لما أعبد لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت أن الناس يجبلون في دين الله أفواجك فسبح بحرد ربك واستطر إنه كان كوما بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مده وما كسبت سيصلنا ربك لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حبل من المسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يرد ولم نولد ولم يكن له كفوة أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعلم برب الفلاقة من شر ما خلق ومن شر غسط إذا وقب ومن شر نفات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعلم برب من شر غسط إذا حسد ومن شر حاسد من الناس الذي تسلس في صدر الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم قل أعلم برب الفلاق